جريمة أخرى من جرائم القوات الأبنية والميليشيات ترتكب بحق العراقيين حيث أقدمت قوة من الجيش الحكومي على قتل اثنين من المدنيين وإصابة أربعة آخرين عندما فتحوا عليهم النار بدم بارد في منطقة خانضاري غربي العاصمة بغداد وليس لهؤلاء المغدورين جريمة سوى أنهم منعوا تلك القوة من أخذ مواشيهم عنوة سياسة الإفلات من العقاب والسلاح المنفلد شجعت على استمرار الجرائم والاتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي بشكل ممنهج منذ 2003 مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري وجه رسالة إلى قبيلة زوبع وشبابها في قضاء بغريب حيال جريمة القوات الحكومية واصفا ما جرى بحلقة من سلسلة جرائم مستمرة يقوم بها الجيش الحكومي في كافة مناطق العراق وتستلزم وقفة جادة ورفع الصوت عاليا للمطالبة بمحاسبة الجناة أي كانوا محذرا من الدعوات المخذلة التي تريد طي هذه القضية دون محاسبة وأقول تحديدا لأبناء قبيلة زوبع شيوخا وشبابا وغيره وخاصة الشباب وقفتكم اليوم في خانباري وفي أبي غريب عموما هي الوقفة المطلوبة السكوت عن هكذا أحداث سيد الأطراف الأخرى إلى التمادي فيها قوتكم في وحدة موقفكم قوتكم في بيان احتجاجاتكم قوتكم في المطالبة بحقكم هذه الجريمة تعبر عن الدوافع الخاصة التي ينطلق منها عدد كبير من ضباط الجيش الحكومي وتسهم في تأجيج الفتن الطائفية والعنصرية مستغلين غياب المحاسبة في ظل منظومة الخراب السياسي وفساد الأجهزة القضائية وهيمنة الميليشيات على قرارها بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق فيما أكد الميثاق الوطني العراقي أن هذه الجريمة تظهر الوجهة الحقيقية للجيش الحكومي الذي لا يتمتع بالانضباط العسكري العملية أفضحت المجرمين هذه ليست أول مرة ولكن هذه الأهم الذي قام بقتل القتل نفس آمنة مطمئنة مستقرة بيته يجي ضابط يعدم عائلة كاملة بينما جدد أهالي أبو غريب رفضهم لاستمرار الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد مواطني القضاء مؤكدين أن هذه الجريمة تشير إلى ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب ما أدى إلى استهتار هذه القوات وغيرها من الميليشيات بدماء الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر